هذه سالة تقول هل أسمح لخادمتي بالذهاب إلى الكنيسة أم أن ديننا الإسلامي يمنع ذلك لقد أمرنا بأن نترك الناس وما يدينون بالنسبة للذهاب إلى معابدهم وممارستهم لأديانهم نحن بالنسبة لنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون فأنت بالنسبة لك تتركينها تتركينها طالما أن هي لها معابدها و لها ديانتها فأنت بالنسبة لك أمرتي بالترك هذا الترك يشمل أنك تجعلينها تذهب إلى المكان الذي تريده و تتركينها مع ديانتها و لا تقومين بالاعتداء بمعنى السب لديانات الآخرين و نحن ذلك قال الله سبحانه و تعالى و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم إذن بالنسبة للترك هكذا عبارة العلماء الترك و ما يدينون لا يجوز التعدي على عبادات الآخرين و ذلك لأن في التعدي على عباداتهم هو تعد على عباداتنا النبي عليه الصلاة و السلام نهى أن يسب الرجل أباه فقيل له و كيف يسب الرجل أباه؟ قال يسب الرجل أبى الرجل فيسب الرجل أباه إذن أحيانا يكون الإنسان بتعديه على عبادات الآخرين فإنه يتعدى على دينه أما بالنسبة للحوار و المجادل بالتي هي أحسن و الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة و الموعظة الحسنة فهذا مما قد أمر به ديننا إذن نفرق بين الأمرين بين الدعوة هذا موضوع و بين الترك و التعدي الترك أنها تترك و ما تدين و لا يضيق عليهم و إنما يتركون و ما يدينون